المتسابقة نجمة بنت عبد الرشيد شريف من أثيوبيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم وما كنتم قالوا ما أغنى عنكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتكم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لا من شفعه هل ينظرون إلا أن يوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لا من شفعه فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنكم ما كنتم تفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنكم ما كنتم قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كنتم تفترون وضل عنهم ما كنتم تفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم موسخرات والنجوم موسخرات والنجوم موسخرات بأمره موسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين حسبك السؤال الخامس هو الأخير اقرأ من قولي تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خضبك يا سامري قال بسرت بما لم يبصروا به فقبضت فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مشاش وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إله وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننشفنه في اليمن شفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الشور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن نبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ ضَرِيقًا إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ ضَرِيقًا إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا حسبك حسنتي بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر